اشتركوا في القناة قصتين تراثية من أجمل القصص وهي قصة أبو النصر التاجر والشمعدان الحديدية والعلبة العجيبة من القصص الخيالية المشوقة والمسموعة قبل النوم اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات لكي يصلك كل إشعارات القناة وهذا يسعدنا كثيرا أشكركم أحبائي على كل هذا الدعم الذي تقدمه لنا ضع السماعات واستمع كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان الشيخ أبو النصر رجل رحالة طوف ببلاد كثيرة متباعدة لا يكاد يعود يوما من سفر حتى يعد العدة لسفر جديد استفاد من رحلاته المتوالية خبرة واسعة بالحياة وبالناس استمر على ذلك منذ شبابه حتى بلغ عمره السبعين في آخر رحلة له ساقته قدمه إلى مدينة البصرة كان قد زارها منذ زمن بعيد واشتاق أن يزورها من جديد عرف فيها أثناء زيارته بعض التجار وأصبح له أصحاب لما بلغ مدينة البصرة فاجأه هناك مرض ألزمه الفراش وجد أنه محتاج أشد الإحتياج في مرضه إلى من يخدمه قال إن من أصحاب في مدينة البصرة من يعينوني جعل يستعرض أسماء أصحابه ليختار منهم من يثق به وقع اختياره على صديق له اسمه الشيخ أبو اليسر لقد عرف في صديقه هذا كرم الصحبة وصدق المودة أرسل إليه برسالة يخبره بحاله ويطلب مجيئه إليه المرسال أخذ يستدل على الشيخ أبو اليسر فعرف مكانه المرسال بحث عن بيت الشيخ أبو اليسر واهتد إليه وصل إلى البيت وطلب مقابلة صاحبه لكي يبلغه الرسالة لم يكن في البيت إلا سلمة زوجة الشيخ أبو اليسر قالت الزوجة ماذا تريد منه أيها الطارق الكريم قال المرسال أريد أن أدعوه أن يزور صديقا له قالت الزوجة تعيش أنت توفي زوج منذ سنة كاملة المرسال عبر المرسال عن أسفه وقدم تعزيته إلى سلمة وقال لها سأنقل هذا الخبر المحزن إلى صديقه الذي أرسلني إليه سألت سلمة من هذا الصديق الذي أرسلك إلينا أجاب المرسال هو الشيخ أبو النصر الرجل الرحيلة قال السلمة أنا أذكره كان يزورنا كلما مر بالبصرة أوضح المرسال أنه يعاني مرض شديدا وأنه طريح الفراش أضافت سلمة من حقه علينا أن نهتم به هذا واجبنا نحوه أترك لي عنوانه وسأرسل إليه ولد ردوان حين يحضر ارجع إليه وسلم عليه وأخبره بما أعلمتك به من الأمر لما حضر الفتى ردوان أخبرته أمه بزيارة المرسال بعثت به إلى الشيخ أبو النصر ليعرف ما يحتاج إليه استقبل الشيخ أبو النصر الفتى ردوان ورحب به عزه عن أبيه الفقيد وقال فيك العوض عنه يا ولدي أسأل الله سبحانه أن يطيل عمرك وعمر والدتك الحنون استفسر الفتى ردوان من الشيخ أبو النصر قائلا أخبرني ماذا نستطيع أن نقدمه لك من عون يا عمي قال الشيخ أبو النصر شكر له سؤاله الشيخ أبو النصر ولم يطلب شيئا منه أنهى الفتى ردوان زيارته ثم رجع إلى أمه وقال لها الشيخ أبو النصر فرح بزيارتي له ودعا لك ولي أقبلت الأم سلمة على ولدها ردوان في حنو وقالت أنت في مكان أبيك تعمل عمله فعليك رعاية صديقه كلفت الأم سلمة ولدها أن يتابع زيارة المريض كانت تبعث إليها مع ولدها بما يصلح من طعام ودواء كان يتلقى الشيخ أبو النصر هذه الرعاية الكريمة بإمتنين الشيخ أبو النصر عاجله الشفاء من مرضه وترك فراشه فكر في المعروف الذي تلقاه من الأم سلمة وولدها لذلك أراد أن يكافئهما على معروفهما الذي صنعاه معه خطر بباله أن ينوب عن الأم في تربية ولادها رضوان قال في نفسه أبوه كانت له منزلة كريمة عندي أمه أكرمتني وأزدت إلي جميلا في مرضي لا أنساه أنا بمنزلة عم الفتى رضوان فواجب علي أن أعني به الشيخ أبو النصر ذهب قاصدا بيت الشيخ أبو اليسر شكر الأم على أنها أكرمت صدقته لزوجها كل الإكرام عرض عليها فكرته في شأن قيمه بتربية ولادها رضوان قال لها فتاك العزيز سيكون عندي بمنزلة ولدي سيسافر رضوان معي في رحلاتي مدة عامين اثنين سأتولى تربيته وتعريفه بشؤون الحياة وأحوال الناس سيعود وقد نضج عقله واستنور فكره وكملت تربيته اقتنعت سلمة بما عرضه عليها الرحالة الشيخ أبو النصر الأم سلمة ودعت ولدها رضوان ودعت له بالخير تمنت له وهي تودعه سفرا سعيدا وعودا حميدا بإذن الله تعالى بدأ الفتى رضوان رحلته مع الرحالة الشيخ أبو النصر وعطفه بفضل صحبته له وإشرافه عليه اتسعت معارفه ومعلوماته امتلأ قلب الفتى عرفانا وتقديرا لجميل ذلك الشيخ الكريم لم يمل لسانه أن ينطق بالثناء على مرؤته ونبله الشيخ كان يقاطع رضوان إذا استرسل في شكره كان يقول له ليس هناك من مسوغ للثناء علي الآن لك هذا حين أن أنجز من العمل ما ينفعك في المستقبل ذلك إذا تهيأت لك ولأمك حياة سعيدة هانئة قال الفتى رضوان ستجدني شاكرا إياك على الدوام إن شاء الله مرت الأيام يوما بعد يوم وشهور شهرا بعد شهر انتهى السفر بالشيخ والفتى إلى صحراء بعيدة عن العمران جلس الشيخ والفتى يسترحان من عناء السير بعض الوقت ما كاد الجلوس يستقر بهما حتى قال الشيخ للفتى لقد تفتمعي بمختلف البلاد وعرفت صنوف الناس لقد أصبحت الآن أهلا لأن تبدأ خطة عمل جديدة أهن لي أنا الآخر أن أحقق ما أريده لك من الخير ليكن بيني وبينك عهد أن تسمع نصحي وتفي بعهدي أجابه الفتى ستجدني إن شاء الله مطيعاً لنصحك وفياً لعهدك قال الشيخ لو صح قولك تهيأت لك يا بني أسعد حياً تحمس الفتى قائلاً ثق بأني لا أعصي لك أي أمر الشيخ نبهه بقوله إنك ستتعرض يا بني لتجربة خطيرة أجاب الفتى إن مستعد للقيام بأي تجربة كانت قال الشيخ مزاولة هذه التجربة ليست بالأمر اليسير قال الفتى أنت علمتني التغلب على كل عسير الشيخ أبان قائلاً سأتل دعواتي فتنشق أمامنا الأرض ستظهر في الأرض فغرة تؤدي بمن يدخل فيها إلى كنز هل تأنس في نفسك الشجاعة والجرأة وثبات القلب أجاب الفتى كيف يجوز لي التردد في دخول الكنز إن الدخول إليه ومعرفة ما يحتوي عليه فرصة العمر أرسم لي عمي خطة العمل حين أدخل إلى الكنز قال الشيخ إنك ستقدم لي خدمة جليلة لا نظير لها سأكافؤك على تقديمها أيها الفتى المقدم مكافأة لا تحلم بها إن يسرتها أنت لي عشت موفور الغنى طول الحياة تنفيذك لما أريد امتحان لصدق نيتك والوفاء بعادك قال الفتى أبل لي ما تبغيه مني وسأنفذه كما تريد أوضح الشيخ عليك بالشمعدان الحديدي وإحضاره لي ستجده أمام عينيك في إحدى حجريتي الكنزة الفسيحة هناك إياك أن تطمع في شيء يقع عليه نظرك من نفائس الكنزة لا تمد يدك لشيء غير الشمعدان الحديدي المطلوب أكد رضوان للشيخ أب النصر أنه لن يخالف نصحه أوقد الشيخ أعواض حطب وألقى في النور بعض البخور ظل فمه بصوت خافت يغمغم ألفوظا لا يتضح معناها إن شقت أمامه الأرض وظهرت في الحال ثغرة صغيرة الفتى لم يتردد في النزول وهو ممتلؤ جرأة وحماسة الفتى وجد نفسه في أول حجرات الكنز تحت الأرض بهرت عينيه الأضواء الصاطعة من لآلئ الكنز ودرره لم يرى في حياته يوما ما رآه الساعة من هذه الكنوز نسى البحث عن الشمعدان الحديدي قال في نفسه كيف أرى كل هذه الجواهر أمام عيني وأتركها الفتى رضون ملأ جيوبه مما يجمعه من نفائس الكنز فجأة ظهر اتجاه ناظره صورة حارس الكنز العملاق الحارس العملاق برقت عيناه مثل الشرر وتمتم بقوله الويل أشد الويل لمن أخلف الوعد وخان العهد انطبقت الثغرة المفتوحة وانتشر في أرجاء المكاني ظلام الفتى رضون أدرك على الفور خطأه وعرف ذنبه امتلأ قلبه إحساسا بالألم واشتد شعوره بغاية الندم فكر ماذا يصنع للخلاص من هذا المأزق الحرج تذكر أن الشيخ طلب منه إحضار الشمعدان الحديدية قال لعلي إذا ظفرت الآن بهذا الشمعدان نلت الأمان الفتى جعل يتحسس طريقه وهو يخطو خطوات بطيئة صادفت أصابعه عصا مسنرة إلى أحد الجدرون القريبة أمسك بطرف العصا وحرص على أن يلتمس بها الطريق العصا مست الشمعدان على غير قصد فانبعث منه رنين الفتى وجد الثغرة تنفتح ثانية بعد انطباقها فيدخل الضوء رأى الشمعدان الحديدية تحت الضوء كما يوصفه له الشيخ اطمأنت نفسه حين رأوه بأنه حقق للشيخ ما طلبه منه هم بأن يحمل الشمعدان ويتسلق الأحجار إلى الثغرة سمع على الفور صوت حارس الكنزة العملاق يقول له لو لا الشمعدان لهلك الطامع الجبان في هذا المكان خرج الفتى رضوان إلى الطريق وهو لا يصدق أنه نجا كان أول شيء يهمه حين خرج أن يلتقي بالشيخ أبو النصر سيقدم إلى الشيخ ذلك الشمعدان الحديدي تحقيقا لرغبته سيحتفظ لنفسه هو باللآل والجواهر التي حصل عليها طال به السير ولكنه في طريقه لم يعثر للشيخ على أثر ولكنه في طريقه لم يعثر للشيخ على أثر فكر في أن يترك الشمعدان على جانب الطريق ويمضي إنه يعوقه وهو يحمله بين يديه ينقله من يد إلى يد هل يفرط في الشمعدان الحديدي بعد أن صار معه خشى أن يلقاه الشيخ وهو ماض في طريقه فيسأله عنه لا يشك في أنه سيلومه على أنه أضاعه بعد أن ظفر به استقر رأيه أخيرا على أن يستبقيه ليعطيه إياه متى رأاه؟ بينما هو يسير وجد العصى قد مست الشمعدان الحديدية الفتى سمع رنة الشمعدان حين مسته العصى دون قصده رفع بصره فألف نفسه على مشارف مدينة البصرة أسرع الخطى إلى المدينة مسرورا نفس حتى وصل إلى بيته فرحت سلماء أي مفرح بلقاء ولدها الغائب عن هاردوان قص على أمه كل ما جر له حين نزل من الثغرة إلى الكنز سألته عن أنباء الشيخ أب النصر فأنبأها بأنه لم يجد له ظلا أراها نفائس الكنز التي استطوع أن يحملها معه في خرجه الأم سلماء عجبت بالجواهر واللآلئ لكنها قالت لولدها الشيخ أب النصر طلب منك إحضار الشمعدان الحديدية لم يأذن لك كما قلت لي أن تأخذ من الكنز شيئا أخر لو لحصولك على الشمعدان لما خرجت من الكنز سالما معافة الشيخ أراد أن يمتحن شجاعتك ويختبر طاعتك وأمانتك الفتى أخذ يقلب الجواهر واللآلئ بين يديه ويقول لست أدري ما شأن الشيخ أب النصر بهذه النفائس إنها جميعا ملك لي وحدي لا ينازعني فيها شريك هيهات أن يظفر بشيء منها أحد من الناس غيري أدركت سلمة أن ابنها طامع فيما حصل عليه فقالت عليك أن تحتفظ للشيخ بكل شيء معك حتى يعود إليك الفتر دون جمع اللآلئ والجواهر التي حملها في صرة وضع صرة اللآلئ والجواهر بجوار الشمعدان عزم على أن يعتبر نفسه مالكا لهذه النفائس ليس له منازع اطمأنت نفسه بأنه أصبح صاحب ثروة عظيمة لا تتوافر لغيره قال في نفسه سأحتفظ للشيخ بهذا الشمعدان الحديدي لقد أحضرته له معي كما أوصوني بذلك قبل نزول إلى الكنز لا شأن له بغير الشمعدان الحديدي الذي طلب مني إحضاره ما بين غمضة عين وانتباهتها حدث أمر عجيب لا يخطر بالبال اختفت الصرة مما احتوت عليه ولم يعد لها من أثر خيل للفتاة وقتئذ أنه كان في حلم وأفيق منه أدرك أنه أرود الاستلاء على شيء ليس من حقه عرف غلطته الجسيمة حين طمع في نفائس الكنز قال في نفسه لم يبق إلا الشمعدان الحديدية وعصوه سأحتفظ بهما للشيخ أب النصر حتى يعود بعد قريب أو بعيد يكفين عبرة أني عرفت آخرة الطمع فيما ليس ملكا لي الفتاة رضون فكر في استخدام الشمعدان الحديدي حمله من مكانه ووضعه على ممضضة وسط الحجرة في البيت لما أزدلاء الليل أستاره أضوء إحدى الشمعات التي فيه كان الشمعدان الحديدي يحتوي على إثنتي عشرة شمعة لما أضيئت منها شمعة ظهر في ضوئها منظر مثير شبح درويش من طوائف الدرويش المتفرغين للعبادة الدرويش لاح شخصه في ضوء الشمعة وأسقط دينورا دهش الفتى لما رأى الدينور يسقط على الأرض أمام عينيه خطر بباله أن يضيئ شمعة ثانية من الشمعات الإثنت عشر ظهر شبح درويش آخر شبيه بالأول وأسقط دينورا آخر الفتى أضوء تلك الشمعات العشر الباقية شمعة بعد شمعة أدن نير التي سقطت على الأرض أمامه بلغت إثنى عشر دينورا ابتهج الفتى بهذا المال الذي حصل عليه دون أن يتوقعه الفتى كان يضيء الشمعات كل ليلة فتسقط أمامه الديننير عرف أن أشبيح الدرويش تظهر مرة واحدة كل ليلة اجتمع لدى الفتى رضوان على مر الأيام جملة ديننير في كل ليلة يضيء الشمعدان الحديدي فتزداد ثروته قالت أمه سلمة هذه الديننير تزيد عن حاجاتنا إلى الإنفاق أتريد أن تجمع في حوزتك كنزا من النقود يا رضوان ما فائدة المال المكنوز في صندوق مقفلة داخل البيت لا بد أن يكون لك عمل بهذا المال الذي تحصل عليه استثمر هذا المال يا بني لتنتفع به وتنفع الناس قال الفتى لماذا نعمل يا أمي والشمعدان معنا إنه يعطين من الديننير كل ليلة ما يكفين اسبوعا قالت أمه حقا لم يحضر الشيخ أبو النصر بعد لكنه سيحضر في يوم من الأيام وبعد زمن قصير أو طويل سيأخذ الشمعدان الحديدية الذي طلبه منك وهو حق له هل نعيش بقية حياتنا بما ادخرت من الديننير المكنوزة؟ إننا سنأخذ منها ما نسد به حاجتنا في معيشتنا طول عمرنا المال المدخر مهما كثر ينقص يوما بعد يوم حتى ينفذ فكر الفتى رضوان وقتا فيما قالته له أمه سلمة رأى أنها على صواب في كل ما أشارت إليه ونصحت به قال في نفسه الشمعدان الحديدي ليس ملك حقا أنا لا أطمع فيه ولا أضمر الاستلاء عليه بأي حال متى حضر عندنا الشيخ أبو النصر أعطيته له بلا نزاع لقد آمنت بأن الطمع لا يفيد صاحبه شيئا في حياته عزم الفتى على أن يشتغل بمزاولة التجارة في الأسواق إن معه كثيرا من المال يساعده على التوسع عيهد نفسه على أن يكون دائما صاحب ذمة وأمانة كلمته واحدة وبضاعته المعروضة مأمونة لا غش فيها ولا خداع لذلك أصبح تاجرا كبيرا حسن السمعة بين التجارة كان لا يتاجر في شيء إلا ربحت تجارته أعظم ربحة رضوان لم يكتف بأن يكون كريما في معاملة الناس كان يسخ بماله لكي يساعد كل من يستحق المساعدة اشترك بمقدور كبير من ماله في كثير من الأعمال الخيرية رضوان كان يعود من عمله إلى بيته عند منتصف الليل متى رجع إلى البيت تناول عشاءه وقصد إلى فراشه لينام لم يكن لديه وقت يستمتع فيه بإضاءة الشمعدان لم يكن أيضا لكثرة أرباحه في حاجة إلى دنانيري الدرويش مضت شهور وهو منهمك في تجارته الواسعة ليل نهار ذات ليلة رجع إلى بيته على غير عادته بعد العشاء بقليل مر على باله الشمعدان الحديدي بشمعاته الاثنتا عشر قال في نفسه العمل المتواصل أنساني الشمعدان ودرويشه أحضره وجلس أمامه يتأمل فيه وأضاء إحدى شمعاته أدهشه أن الشمعة أضيئت لكن درويشها لم يظهر أضاء الشمعة الثانية فكانت مثل الشمعة الأولى لم تضيئ أضاء بقية الشمعات فلم يظهر منها أي درويش أمام عينيه ذهب إلى أمه سلمة يخبرها بما فعل ويشكو لها ما يحيره سلمة قالت لابنها الدرويش لا شك ليسوا راضين عنك أنت لم ترد الشمعدان الحديدي يا بني إلى صاحبه التاجر رضون امتلأت نفسه شعورا بالندم على تقصيره لقد ألهته التجارة عن البحث عن الشيخ أبو النصر ضميره أنبه على أنه أهمل في أيامه الماضية هذا الأمر إن الشيخ أبو النصر هو الذي علمه وربه وعرفه الحياة إنه هو الذي كان سبب النعمة التي يمرح فيها بفضل الله لماذا اختف أولئك الدرويش من الشمعدان الحديدية لا بد أن الشيخ أبو النصر غضبون على رضون أخذ رضون عهدا على نفسه أن يواصل البحث عن الشيخ كان يذكر اسم الشيخ وصفته للتجاري كان يذكر اسم الشيخ وصفته للتجاري الرحل حين يمرون به يطلب من كل واحد منهم أن يدله على مكانه المقيم فيه قرر أن يهد مكافأة عظيمة لمن يدله عليه حيث يجده عزم على أن يسافر إليه في أي مكان قريب أو بعيد رضون ذهب صباح يوم ليفتح محل تجارته كعادته وجد باب المحل أحد التجاري الرحالين واقفا ينتظره الرحال أخبره بأن أبو النصر مقيما بمدينة الزهور رضون رجع من فوره إلى البيت واستأذن أمه في السفر حمل معه الشمعدان الحديدي ومعض الهدايا الغالية لم تكف قدمه عن السير حتى بلغ مدينة الزهور لم يهدأ له بال حتى يدخل بيت الشيخ أبو النصر استقبله الشيخ في حديقته وهو متهلل الوجه باسم الثغر تلقى من رضون الشمعدان الحديدي في فرح وابتهاج أضاء الشمعات الاثنتى عشر فظهرت أشباح الدرويش سمع من رضون كل ما حدث منه وما جرى له الشيخ أبو النصر قال سامحك الله يا ابن أخي الآن عرفت كيف تكون عاقبة الطمع فيما ليس لك بحق كما أنك ذقت حلاوة أداء الأمينة وفضل الوفاء بالعهد لقد آمنت بأن العمل والاجتهاد والاستقامة كنز لا يفنى شكرا للأم العطوفة سلمة على أنها هدتك وأرشدتك رضون عاد إلى بيته بعد أن ودع الشيخ أبو النصر لقيته أمه عقب عودته راضية عنه داعية بالخير له انتهت الحكاية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القصة الثانية لا تنسى أن تعمل لايك الفيديو وتفعيل الجرس والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قديم الزمان في أحد البلدان التي تقع على شط النيل كان رفقة من الشباب يتلقون في أوقات الفراغ فيتحدثوا بعضهم إلى بعض ويتبادلون شتى المعلومات أو يستمعون إلى القصص والمسليات كان من بين الفتيات الأنداد فتى اسمه صادق عرف الفتيات الأصدقاء من أخلاق أخيهم بأنه خواف كان صادق يفزع من كل شيء يراه أو يخطر بباله العجيب من أمره أنه كان يخشى الأذى ويتوقع الشر في كل حركة يتحركها وفي كل خطوة يخطوها سواء كانت في الصباح أو المساء اشتهر في أرجاء الحي ما يعرفه الأصدقاء من أخلاقه تسامع الناس بما كان يحكى عنه من نوادر جبنه كانوا يتناقلون هذه النوادر التي تحكى عنه في دهشة وعجب أطلقوا عليه آخر الأمر لقب الفتى الجبان فأصبحوا لا يعرفونه إلا بهذا اللقب ولا ينادونه إلا به لم يجرؤ الفتى صادق على أن يظهر الغضب حين يسمع الناس يلقبونه بهذا اللقب البغيض فينادونه به مرة الأيام وأصبح صادق موظفا كفآ في أحد المصارف لم يلبث صادق في المصرف أن عرفت عنه صفة الجبن وكان من بين من يعملون معه في المصرف من يطيب لهم أن يستغل تلك الصفة التي عرف بها صادق فينتهز الفرصة لمشاكسته ومعاكسته كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا كان هؤلاء المشاغبون يجعلون هذه المعاملة نوعا من التسلية كان يدعو بعضهم بعضا إلى العبث به على أنهم دعبة حينا يترصدون لموضع جلوسه فيضعون فيه دبابيس تشكه وحينا يأتون بفأرة محشوة بالقطن يضعونها فوق كرسيه ليتوهم أنها فأرة حية فيهرب منها منزعجا أشد الإنزعج كان صادق يتحمل السخرية من زملائه صابرا لا يثور كان يخشى أن تزيد شكواه من معاكستهم له الانتقام منه اختار أن يقابل الأذاء الذي يناله بالصمت لعل زملائه ينتهون حسب الناس أن صادق ألف الجبن فأصبح له طبعا كان الظاهر من أمره أنه لن يتخلص من هذه الخصلة كيف يتيح له وهو الجبان أن يكون غدا من الشجعين أيقن أنه سيقضي حياته كلها ضعيفا خائر العزم ذات يوم خرج صادق من المصرف بعد انتهاء عمله فيه وهو يحمل بين جنبيه من الهم والحزن ما لا يطاق في هذا اليوم اشتدت منوأة زملائه له في العمل واستهزاؤهم به بما يتصف به من الجبن في مختلف تصرفاته لم يشأ صادق أن يعود إلى منزله كما هي عادته لشدة ما به من الضيق واختار أن يمضي إلى شاطئ النهر تخير موضعا من شاطئ النهر غير قريب من أنظار الناس وجلس فيه على انفراد وهو يرجو أن تنفرج عنه كربته جعل يطيل الفكرة في حاله وفيما يلقاه من زملائه في المصرف ومن الناس في الحي الذي يعيش فيه لبث صادق كذلك بعض وقت ثم مضى يقول في نفسه لو لم أكن قد طبعت منذ الصغر على هذه الصفة لكنت آنس بصحبتي الزملاء ومخالطة أهل الحي من حولي كما أنهم كانوا أيضا يشتقون إلى لقائي ويأنسون بصحبتي طال جلوس صادق على هذا الحال وهو غارق في تفكيره لم يكن يدر حقا ماذا هو صانع في علاج أمره اغتمضت عين صادق في مجلسه بعض الوقت أحس بأن يدا تلمس كتفه لمسا ينم على لطف ورفق انتبه صادق من إغفاءته ودورت أنظره يمنة ويسرى رأى أمام عينيه رجلا عالي السن متوسط القومة كبير الرأس طويل اللحية مهيب الهيئة فضفوض الثوب كان الشيخ يبتسم لصادق كأنه يعرفه من قبل قدم إليه تحية طيبة وذلك في رقة ولطف وإيناس قال الشيخ الطيب للفتى صادق وهو يشد على يده ما لي أراك غارقا في التفكير مستسلما للهم والحزن صارحني بخفية أمرك حدثني ماذا تشكو يا ولدي اطمأن الفتى صادق إلى محدثه الشيخ وقال له ما أشد ضيق بما ألقى من خاصة الزملاء ومن عامة الناس لست أدري كيف أصنع لكي أهربا منهم جميعا فلا يكدون يرون لي وجها ولا أكاد أرى منهم أحدا قال له الشيخ باسما لا يبلغن بك اليأس هذا المبلغ حدثني بحديثك لعلي أستطيع نفعك أو أفرج كربتك وقع لقاء الشيخ لصادق من نفسه القلقلة أحسن موقع أحسب طمأنينة النفس وراحت البال حين سمع منه كلامه شرح للشيخ مجمل حالته التي لزمته وما جرت عليه تجلت على فم الشيخ ابتسامة وقال للفتى متوددا أهذا مصدر ألمك وسر حزنك لا تحمل للأمر هما ما أنت فيه يا بني لا يدعو إلى اليأس فليهنأ بالك ولتعلم أنك لا شك ستسلم مما تعانيه في حياتك سأهد إليك الآن هدية ثمينة فلتحرص عليها كل الحرص ولتؤمن بأن هذه الهدية ستحقق لك كل ما ترجوه تطلع صادق إلى الشيخ في شغف كبير وسأله أية هدية تلك التي ستقدمها لي أبتها أجابه الشيخ هديتي إليك علبة هي أثمن كنز عندي أنا ادخرتها لأنثالك ممن يشكون الضعف وخور العزيمة لكي تشفي نفوسهم وتكون خير معوان لهم في الحياة أظهر صادق ترحيبه الشديد بقبول هذه الهدية الثمينة وأثنى كل الثناء على مرؤة الشيخ وشكر له عطفه وحنانه أخرج الشيخ من جيبه الأيمن علبة صغيرة مغفلة وقدمها إلى الفتى صادق وهو يقول له متلطفا به تلك هي العلبة التي كنت وعدتك بها يا ولدي علبة صغيرة مسحورة لا يعرف سرها أحد من عامة الناس تقبلها مني يا بني هدية خالصة لك عظيمة نفع قال الفتى صادق للشيخ وهو يأخذ هديته منه لم تخبرني يا شيخي ماذا تحوي هذه العلبة المغلقة وماذا أصنع حين أفتحها بما في جوفها من أشياء أجابه الشيخ لا تتعجل في الأمر لتسمع ما أقول عليك يا ولدي أن تحتفظ بهذه العلبة كل الاحتفاظ وتحرص عليها كل الحرص وإياك أن تطلع أحدا عليها أبدا وسكت الشيخ لحظة ثم استأنفى كلمه بعد ذلك قائلا هناك أمر آخر هو الأهم أنصح لك أن تلتزمه إنك إن خالفت نصحي أضعت الفائدة التي تتمنها عليك أن تترك العلبة على حالها مغلقة لا تفتحها بحالة قال الفتى صادق وماذا يحدث إن فتحت هذه العلبة قال الشيخ إن سحرها يبطل فورا إذا فتحتها قال صادق ألا يتيح لي أن أعرف ما تحويه إلى الأبد قال الشيخ بلى إنك سوف تفتحها وتعرف ما تحويه موعدك في مثل هذا اليوم من العام القابل إن شاء الله هز الفتى صادق رأسه وهو حائر في أمر الشيخ وهديته قال الفتى في نفسه ما انتفاعي بهذه العلبة المسهورة إذا كنت لا أفتحها ولا أعرف ماذا في داخلها من أسرار وما أثرها في علاج ما أنا فيه ما دمت لا أستخدمها أدرك الشيخ ما يجول بخاطر الفتى نحو العلبة فقال له لا تشغل بالك فالأمر سر ستعرف حقيقته فيما بعد ولكن الفائدة ستتحقق بمشيئة الله منذ الآن دون توين واجبك وضع العلبة في جيبك كلما رحلت وأينما حللت لن تخش شيئا تقدم عليه ما دامت هذه العلبة معك ستذهب متاعبك وآلامك التي كنت تشك منها حتى الآن سترى ما يدهشك وما يملأ نفسك سرورا وإعجيب لن تصاب بسوء أبدا ما دامت العلبة المسحورة معك لن يلحق بك أذى وإذا اقتحمت النور أو غصت في البحار فرح صادق حين تناول هدية الشيخ وسمع حديثه بادر إلى وضع العلبة في جيبه واطمأن إلى استقرارها فيه لم يخامره أدنى شك في أن الشيخ ويثق مما يقول سيظهر حتما أثر ما تحويه العلبة من سحر على الفور دب الأمل في نفس الفتى بعد أن وضع العلبة في جيبه ما أسرع أن شعر بقوة عجيبة تسر في عروقه وتمتزج بدمه ما لبث صادق أن أصبح شخصا جديدا آخر وجد أن جسمه قد استقام بعد أن كان مقوسا وجد أن رأسه قد ارتفع بعد أن كان متأطئا أدرك الشيخ حين نظر إلى صادق ورأى حاله قد تبدل أن الفتى قد آمن بقوله واطمأن إليه وجه الشيخ إليه نظرة فاحصة وقال له وهو يبتسم لعلك شعرت بأثر السحر يدب في جسمك الآن هز صادق رأسه مؤكدا وأجاب الشيخ قائلا نعم يا أبته شكرا لك على إحسانك بي الشيخ ودع الفتى مسرورا فمضى في طريقه قوي العزم نشيطا مرة الأيام والأسابيع والفتى صادق يزداد ثقة بنفسه اعتد بشجاعته وآمن بقوته فلم يعد للخوف سلطان عليه دهش أصحاب صادق لما رأوه من تغيره وتبدل حاله قدروا استطاعته أن يكتسب خصول الشجاعة والجرأة وقوة العزيمة نسوا خصول صادق القديم واحترم خصول صادق الجديد عامله رفقاءه ورؤساءه في المصرف الذي يعمل فيه معاملة حسنة تتفق مع تلك الخصول التي تحل بها كان صادق شديد الشوق إلى كشف سر العلبة المسحورة كان كلما فكر في فتح العلبة تذكر عهده مع الشيخ الكريم الذي أحسن إليه كل الإحسان وبدل حياته قوة وإطمئنانا لم يشأ الفتى صادق أن يستسلما للفضول الذميم الذي كان يراوده يوما بعد يوم ذلك الفضول الذي ينطو في حقيقته على نقض للعهد ومخالفة للنصح قاوم صادق فضوله واستعصم بالصبر وانتظر أن يحين الموعد الذي حدده الشيخ لفتح تلك العلبة المسحورة كان صادق في بيته سهران وقد مضى شطر من الليل خطر بباله أن يعرف الوقت الذي هو فيه الآن قام يبحث عن ساعته فلم يجد لها في البيت من أثر حاول صادق أن يصبر على غياب ساعته فلم يفلح قال في نفسه إن ساعتي هي التي تعين لي وقتي محتاج أنا إليها في اليقظة أو في النوم فماذا أنا صانع أنا لا أستطيع الآن تحديد الوقت الذي أنا فيه أعمل فكره فأدرك أنه نساء الساعة في المصرف خطر له أن يذهب من فوره إلى المصرف ليسترد ساعته تردد صادق أول الأمر والليل يقارب ومنتصفه ما لبث التردد أنزال فقرر أن يقصد إلى المصرف قال في نفسه ماذا يخيفني من الذهاب إلى المصرف ليلا أسرع إلى ثيابه فارتديها وحث خطأه في الطريق لم يكجره بواب المصرف حتى يعرفه فبادره بقوله ما الذي جاء بك في هذه الساعة المتأخرة من الليلة حدثه صادق بقصته ففتح البواب له الباب ليدخل مضى صادق تحت الضوء الخافت إلى مكتبه في المصرف وجد الساعة حيث نسيها وبينما هو خارج سمع همسا أنصت صادق إلى الهمس المنبعث من أقصى المصرف أرهف أذنيه وقال في نفسه ما سر هذا الهمس قوي ظنه في أن عصابة من اللصوص داخل المصرف لا شك أنها تسللت من خلف المصرف لسرقة خزائنه اشتد عزم صادق على أن يواجه هذا الموقف تحسس العلبة المسحورة في جيبه لتمنحه الجرأة فكر فيما يصنعه فاستبعد أن يواجه اللصوص وحده أيقن أنه إن فعل سيعرض نفسه للتهلك دون جدوى رأى أن يسرع إلى البواب فأخبره بالأمر في غير ضجة أسرع بواب المصرف إلى الشرطية الحارسي يبلغه الأمر لم يتوانى الشرطية لحظة في الاتصال بشرطة النجدة ما هي إلا دقائق معدودة حتى أحوط رجال الشرطة بالمصرف فاجأوا اللصوص قبل أن يفلتوا وقيدوا أيديهم بالحديد سيقوهم إلى مركز الشرطة ليلقوا جزاء ما ارتكبوا من جرم رجع صادق إلى بيته بعد أن فرغ من مهمته لقد كشف محاولة سرقة المصرف واطمأن إلى سلامته كان مملوء النفس سرورا بما وفق إليه في عمله لقد رسم الخطة لضبط اللصين قبل تنفيذ الجريمة لم يتمكن اللصين من فتح خزانة البنك والهرب بمحتوها قصد صادق حجرة نومه وتمدد على فراشه ليستريح لم يلبث أن نام نوما هنيئا تتخلى له أحلام بهيجة استيقظ صادق من نومه ونور الفجر طالع باذر إلى أن يتوضأ وأن يؤدي صلاة الصبح حاضرة قبلها صلى ركعتين شكرا لله على ما وفقه إليه في ليلته لمس صادق العلبة المسحور بيده وكأنه يعبر بلمسه لها عن تقديره الكبير لما أزدت إليه من جميل بدل عسره ويأسه شجاعة وتفاؤلا وجعل حياته هناءة ومسرة بعد أن تناول صادق فطوره في لذة وارتياح ارتدى ثيابه وخرج إلى عماله من شرح الصدر نشيط الخطى إنه يتصور ما سيلقاه به الرؤساء والزملاء من تكريم ما كاد صادق يجلس إلى مكتبه حتى توافد عليه زملاءه يعبرون له عن إعجابهم بشجاعته النادرة وصنيعه النبيل ما يقدمه إلى المصرف من خدمة لا ينسيها له طول الحياة أخذ صادق يشرح لهم المصادفة السعيدة التي جعلته يقصد إلى المصرف في جوف الليل وقال لهم مبتسما أقر لكم أنه ليس الفضل لي في كل ما حدث وإنما الفضل كل الفضل لساعتي التي نسيتها على مكتبي لو لاها لما أتيح لي أن أقف على محاولتي سرقة المصرف تضاحك الزملاء لهذه الملاحظة الظريفة وقال لصادق علينا أن نحصل منك على هذه الساعة المباركة لكي نضعها في متحف المصرف اعترافا بما لها من جميل بينما الزملاء تدور أحاديثهم حول هذا الحادث الذي كشف عن شجاعة زميلهم صادق ودل على حسن تصرفه ومبلغ اهتمامه وحفاظه على المصرف الذي ينتمي إليه إذ ثلق صادق دعوة عاجلة من مدير المصرف فلما وصل إلى مكتبه وجد فيه رؤساء العمل في المصرف وقد جمعهم المدير ليشهد ما سيقوله للفتى صادق ما إن دخل صادق المكتب حتى وقف له مدير المصرف يصافحه ويحييه ويقول له دعوتك أمام الرؤساء لأشكر لك ما أزديته إلى المصرف من خدمة جليلة ثم لأسألك أن تقص علينا ما حدث لك بالتفصيل وماذا اتخذت من إجراءات في تلك الليلة حتى سلم المصرف من العدوان عليه واستلاب خزائنه في جوف الليلة فأخذ صادق يصف أحداث ما وقع لحظة بلحظة وبعد انتهاء الحديث قال مدير المصرف لصادق تقديرا لما أبديته من يقظة وشجاعة أعلن ترقيتك ومد مدير المصرف يده إلى ظرف مقفل على المكتب ثم يقدمه إلى صادق وهو يقول له مبتسما تقبل هذه الهدية الرمزية مكافأة لك على ما صنعت شكر صادق لمدير المصرف صنيعه وفرح بما ناله من ترقية في العمل وهو يجهل ما يحوي الظرف المغلق بعد أن خرج من حجرة المدير فتح الظرف من فوره فرأى فيه أوراق نقدية وقيمتها مئة جنيه ومعها شهادة تقدير من المصرف لما أبدى من همة وشجاعة لم ينس صادق وهو فرحون بما تيسر له من الظفر بالترقية والجائزة المالية وبالتقدير الكريم أن الفضل في ذلك كله يرجع إلى ما تحل به من شجاعة وجرأة فكر في نفسه كيف كانت الحال يا ترى لو الحادث جرى وأنا كما كنت في أيام الماضية أخاف من كل شيء وأتهيب كل شيء حتى أطلق علي لقب ألفة الجبعين مكث صادق قليلا ثم قول ما أعظم مكرمة الشيخ الذي لقيته على شط النهر فبعث في نفسي الطمأنينة وأحيى فيها الأمل وأهد إلي تلك العلبة المسحورة التي كان سحرها نعمة وبركة لا يوافيها ثناء ولا شكر ظلت هذه الخواطر تتردد في نفسه فاشتد شوقه إلى معرفة ما تغفيه العلبة من أسرار وجعل ينتظر اليوم الموعود الذي يتيح له فيه أن يفتح العلبة ويعرف ماذا تحتوي عليه ليذ بالصبر على مضض أسابيع حتى حل اليوم الموعود أخرج صادق العلبة من جيبه وفتحها ونظر فيها ويا لدهشتي حين أبصرت عيناه محتوى عليه العلبة أتعرف ماذا رأى في العلبة التي حيرت فكره طول العام رأى بطاقة على وجهها صورة نصر رمزا للجرأة والشجيعة في أسفل الصورة قرأ بيت الشعر التالي ليس في العلبة سحر إنما فيك أنت السحر ما دمت شجيعا وحين قلب ظهر البطاقة قرأ ما هو مكتوب فيه ارفع رأسك يا أخي ولا تكن خاضعا ذليلا اعرف لنفسك حقها من العزة لتكون مواطنا كريما حين ظننت أن العلبة مسحورة تحوي قوة خفية تحميك أكسب كذلك الظن ما شعرت به من شجاعة وإقدام أدركت يا بني العزيز بفضل هذه الخصول الكريمة ما كان منك بعيد المنال وما كنت تحسب تحقيقه من المحيل إن الشجاعة وحدها فيها من السحر العجب نلت النجاح بفضلها وبلغت غايات الأرب بعد أيام قليل فوجأ صادق بدعوة من إدارة الشرطة تدعوه إلى الحضور إلى مكتب المباحث لاستضاح بعض الأمور قبيل الموعد المحددي لمثله بين يدي المباحث حث صادق خطاه إلى المكتب وهناك استقبله الضابط بحفاوة بالغة ولكن هذه الحفاوة لم تمنع ضابط الشرطة من أن يمسك بالقلم ليكتب ما يجيب به صادق عن أسئلة دقيقة تتعلق بسبب ذهابه إلى المصر في ليلا وبما أحس به وقت الحادث وبما اتخذ من إجراءات وبعد أن استوفى ضابط الشرطة تدوين أجوبات صادق عن الأسئلة التي وجهها إليه وقف الضابط المسؤول ليصافح صادق وليقدم له الشكرى على همته وشجاعته وليثن أيضا على دقته فيما أدل به من معلومات محددة وخرج صادق من دور الشرطة وملء نفسه تقدير لمهمة رجال الشرطة ورسالتها في استدباب الأمن والضرب على أيدي العابثين على حقوق الآمنين وإلى هنا انتهت الحكاية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا شكرا